مع انسداد الأفق السياسي في عدم تشكيل حكومة تتهوى مؤسسات اقتصادية وباتت قطاعات عدة مهددة بالانهيار الشامل مع عدم وجود رؤية انقاذية أو مبادرة سياسية لحل الأزمة حياتياً ما زال المواطن اللبناني يأنه جراء عدم تأمين أبسط يومياته وباتت مشكلة انقطاع حليب الأطفال هاجس أغلبية الأمهات في لبنان آخر شي كنا نتوقع بهذا البلد أن نقطع حليب لولد ليش؟ مش حرام؟ في ولد عم تنام بلا حليب عم تشرب مي وسبكر فقر أشغال ما فيه بطالة لون بعبدون يوصلونا؟ كيف عم بيناموا؟ على بخدتهم مرتاحينها للسياسية كيف؟ مطال بين شيء أبسط الحقوق ما عم تأمنون لنا إياها حليب ما فيه حفاظات أسعار نار في عالم ممعة تأكل في عالم عم تموت الجوع عم تنام في ولد عم تنام بلا حليب حياتيا أيضا ومع انسداد التصدير إلى المملكة العربية السعودية ما هو رأي نقيب المزارعين إبراهيم ترشيشي ونطلب أنه ينعمل تحقيق كامل من حين وصول هذه الإبداع إلى الأراضي اللبنانية إلى حين خروجها من لبنان أو لأي ما كانت رايحة تروح علاقاتنا مع لبناء مع السعودية علاقة عمرة طويل عمرة أكتر من خمسين سنة على علاقة التجارية بيننا وبين السعودية والسعودية بتحتل المرتبة الأولى بإستراد المنتجات الزراعية اللبنانية نحن لا نستغني عن الأسواق السعودية بالسهل وبالهيئين لا نحن حريصين أنه نضل علاقات على أحنا حال معاهم ونضل نحن نصدرهم وهن يساقلوا بضعاتنا لا نحن نبدل أسواقنا ولا هن بدلوا مصدر المنتجات الزراعية لألون قطاع الألبسة مهدد بالأقفال التام على الرغم من اللجوء إلى المصانع الوطنية والسبب غلاء كلفة المواد الأولية معهم حق العالم أنا هلأ تعي قوليلي خديها بـ 100 ألف قولك لا أنا بالزمانات كنت بيعا 40 دولار هي يعني 60 ألف هلأ لما عم بتقولي لهم 100 ألف يعني عم بيلاقوا شي كتير طبعا لأنه بياخدوا الراتب للبناني ما هو حسب الواحد شو راتبهم ما الكلب طيب هلأ هني باللبناني معهم نحنا نفس الشي نحنا عم ندفع صحيحا بالدولار بيقول لي 15 بس عم بيخدهم على اللبناني اليوم الناس عم تشتري قماش وعم بتفصل وتخيد بدل ما تشتري خالص لأنه صار غالي لأنه كله صار غالي حتى القماش صار غالي اليوم بس عم يشتريها عم يستهونوها شوي للكها بالقماش للكها عم يوفروا أحسن للكها من الخالص الخالص اللي شو ما جابوها للكها عم يكلف اكتصاديا أيضا ما هي الحلول السريعة لتدخل ومساهمة الجيش في موضوع ترشيد الدعم أنا بحاجة ليكون في عندي إنتاج ويكون دعم للإنتاج لحتى أقدر استغني عن كل شيء اسم وإستيراد لأنه طالما أنا عم استورد طالما في عندي مشكلة طلب فينا نشتغل وندعا فينا نشتغل بأي لحظة لأنه الإنسان بحاجة لا يأكل فإذا بيشتغل لا يأكل وعم بيقول لك أنا ليش أنه الجيش بدي يكون عامل داعم لأنه بدي يكون هو المباشر وهو بدي يكون هو مصدر سئر هو لأنه مصدر سئر بكل الأحوال الوحيدة اللي هلأ حاصلة على سئة مجمل المجتمع اللبناني وبالتالي هو بدي يكون الريادي بموضوع الدعم بموضوع الغذاء بموضوع التأمين بموضوع العمل بموضوع حتى الصناع يعني هو بدي يكون مباشر بدي نعمله دورات علشان هيك وهذه الدورات تأخذ فترات أصيري جدا وبالتالي هي بتكون المبادرة الأولية أو صاحب المبادرة الأولية لحتى نقول فعلا أنه الجيش هو يحامل الوطن وحامل المجتمع وحامل الناس الموجودين فيه أصدر البنك الدولي تقريرا حول الأفاق الاقتصادية للبنان نيسان 2021 والذي خفض فيه توقعاته السابقة للنمو الاقتصادي في لبنان للعام 2020 من انكماش بنسبة 19.2% إلى انكماش 20.3% نتيجة صعوبة الأوضاع الاقتصادية في ظل غياب توافق سياسي من جهة وتعدد الصدمات من جهة أخرى كالأزمة المالية وتفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت وأشار التقرير أن لبنان يعاني من عدم اليقين فيما خصى الأوضاع المالية والنقدية وتعددية سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمليكي بالتوازي أشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي والذي كان قد اعتمد تدبير كابيتل كنترول جزرية وغير رسمية أوقف عمليات التسليف في ظل صعوبة في استقطاب رسم جديدة من الحارش ومع انتظار انطلاق عمل المنصة صباح الاثنين هل سيتم ضبط السوق الموازي؟ وماذا عن الصرفين في المناطق النائية؟ هل تم فعلا إعداد التدريب المطلوب لهم؟ أم هناك صعوبة لبعض الصرفين الدخول ومواكبة عمل المنصة؟ ترجمة نانسي قنقر